الحلقة الماضية تكلمت عن المنابس المزيفة اللي لبستهم اليوتيوبر الشهيرة فريزية واللي اسمها سونج جيا للمركات العالمية مثل تشانيل اس كي وغيرهم الكثير وانها شرطهم من سوق الجمعة وترى الموضوع كلش عادي لانه لاعب ولا حرام ولا غلط ولا اجرام الشي اللي ساوته لانه كلنا منشتري هاي المركات المزيفة من سوق الجمعة مش من عند المركات اكيد مستحيل المركات بيع من نفس محلهم اشي مزيف المهم البعض منكم ما فهم شنو سالفة الموضوع وانه ليش فريزية اعتذرت اعتذار رسمي بخط يدها للمركات العالمية رغم انها مش مجبورة تعتذر طيب وين غلطها او شنو الغلط اللي هي ساوته الغلط اللي هي ساوته على موض تقدم اعتذار رسمي وسحبت كل صورها اللي فيها طبعا ملابس مزيفة مزورة من حساباتها على السوشال ميديا يعني فيه شي صار انتو مش فهمينه طيب بدي اضيف معلومة معلومة مش حسد ولا ضيقة عين ولا معلومة بانه راتب فريزية شهريا يقدر بـ 300 مليون وون كوري يعني ربع مليون دولار يعني هو بالضبط يقدر بـ 251 ألف دولار شهريا راتبها الشهري من اليوتيوب اعلانات دعايات ظهورها بالبرامج التلفزيونية شهريا يقدر بـ 251 ألف دولار شهري يعني ربع مليون دولار شهريا على مود لا تيجي واحدة تحت بالتعليقات رأسها مربعة تقول لي ها تقعد تحشيدها بس افقعك ام الشاشة اضربت كف هيك بوكس بوكس هيك ارزك بحيط زي الدبانة قاعد بعطيكي معلومة انا قاعد بضيف معلومات بادي مش انا اللي قلت لها اعتذري هي ساوت شي هس رح تفهمه طبعا ومن خلال هذا الشي سحبت كل صورها وكتبت بخط يدها اعتذار رسمي هس رح تفهمه شون السالفي خليكم معي انك تلبس ملابس مزورة ترى مش عيب ولا حرام واكثر الناس بيشتروا هاي الملابس لكن اذا كنت انساني مش مشهورة ولبست اي ماركة مزورة هذا الشي ما رح يأثر على سمعة الشركة او مبيعاتهم او اسهمهم لكن لما تصير مشهورة وعندك ملايين المتابعين هون قد يصل الموضوع للمحاكم لانه فريزيا استعملت شعار الماركات العالمية في ملابس مزورة باسعار رخصة وهذا يسبب خسارة واهانة لتعب الماركات العالمية لتقديم افضل ما لديهم وبالاخر بتم سرقة ملابسهم واستعمال شعارهم لكن مزيف وليس حقيقي كما انه فريزيا من المقرر انها رح تفتح خط ملابس خاص الها واللي شعرت بنفس شعور الماركات العالمية لمن استعملت نفس الملابس لكن مزورة وطبعا خافت انه يصير هذا الشي معها ومع منتجاتها لذلك اعتذرت بشكل عالني للماركات وحذفت كل المنشورات المزورة لتحمي نفسها بالمستقبل مع ماركتها الجديدة هس فهمتو شون السالفي وليش اعتذرت للماركات؟ وهمتو شون السالalon وشونه